السلام عليكم حبيبتي أحبائي من الكوزين ومسجود عدنا مرة أخرى بفيديو آخر اليوم كما نرى تشاهدون نحن دير معكم بيزا الفوكاس هذه البيزا تأتي خفيفة ومقرمشة ماشاء الله لا نطبق عليكم الكلاب سوف نرى ما يجبنا من المقادير لكي نجد هذه البيزا لكي نجد هذه البيزا 250 غرام سميد رطب و250 غرام فرنا نضيف ملح ونضيف لهم مغرف صغيرة ملح ومغرف كبيرة ونضيف المواد الجافة مع بعض مليح جيدا لا تنسوا شي اذا اعجبتكم من التاريخ ومعجبكم من الفيديو لا تنسوا شي تدعموني الفيديو بلايك ولكومنتر بالنسبة للمتتابعين ومعجبكم وعلى دعمكم لي والذي دخل اول مرة نتمنى يشارك معي ويفعل جاس لكي يوصلوا جديد مني كما تريدكم نضيف المقادير الجافة ونضيف لها 4 كيس زيت يستحسن اذا كان لديك زيت زيت ويعطي مضاق رائع اضيف المصنصة انا اعجبتها ضرب المصنصة ويجبني اقوم بشكل مصنصة ومعجبها نتمنى انكم من تقوم بعملها لا اعتدد ان اضيفها ويجبني اتقوم بعملها لان اضيفها لم اتمنى ان اقوم بحاجة ولكن اتمنى ان اضيفتها للمصنصة لديك زيت ونزيف وضع مغرف كبارة لخميرة الخبز بما انه اشتاء وضع مغرف كبارة وضع مغرف كبارة وضع مغرف كبارة ونخلط المقادير وضع مغرف كبارة وضع مغرف كبارة هذا هو سر الوضع ينخفه للعجينة وضع مغرفة وضع مغرفة وضع مغرفة وضع مغرفة ونستخدم الوضع وضع مغرفة كبارة وضع مغرفة سأخبرني أن الخميرة أضعها مع الفرينة و السميل لماذا أستطيع أن أضعها؟ أنا كنت أضعها بزاهرين و أضعها لا أضع الخميرة و أضعها لأيضا و نبدأ أن نجمعها هنا قسم حليب دافي و نجمع العجين نجمعه أولا بالحليب دافي عبارة على كاس ساعة 250 مليلسر و نبدأ أن نجمع حليب و نكمل و نركز المشأن المعجين أتسمى من السميل و نكمل الباقي نطلق لتحصل على عجينة تلسق كما سترى يجب أن السميل على طاول الدفاع إن لماذا ترى و لماذا تلاسق فرين نبقى ندلك فيها حتى تولي ما تلصقش لانه سميد ماشي كمال فارنا هذا انه تحتاج انه ندلك حشولة هنايا بعد ما كلملت حطيتها في سحن مدهون بالزيت وخطيتها وخطيتها على جانب حتى تطلع الوقت ما يهمش المهم تطلع